أهلا بكم أعزائي الطلبة والمشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقات المتنوعة اللي خاصة بالسيريز بتاعت انجوي انجلش النهاردة إن شاء الله هناخد واحدة من الحلقات اللي بتكون مهمة لقطاع كبير من الناس اللي بتشتغل في مجال السلمة النهاردة إن شاء الله هنشتغل في مجال أو هنتكلم عن مجال السلمة كواجه أساسي أو بشكل أساسي وبعد كده هنتترك لمجموعة حاجات تانية مختلفة بالسلمة بشكل عام طيب نبدأ بقى على طول منشوف إحنا هنجهز إيه بخصوص السلمة إحنا عندنا أول حاجة بتيجي ببنى لما بنعرف أو بنسمع كلمة سلمة هي الأفلام الأفلام ديها أنواع مختلفة أنا لو في الإنجلش حاب أن أنا أسأل حد وأعرف منه إيه النوع بتاع الفيلم اللي هو بيفضله ففيه سؤال معين كده معروف بنسأله وبنقوله للناس لما نحب نعرف إيه النوع الخاص بالأفلام اللي بيحب يشوفه وطبعا هنعرف كمان بعد السؤال ده إيه هي الأنماء المختلفة للأفلام في السينما طيب تعالوا كده نشوف السؤال على السكرين هنلاقي مكتوب قدامنا What's your favorite movie genre What's your favorite movie genre يعني إيه هو نوع الفيلم المفضل عندك Genre هنا يعني نوع يعني ممكن أستبدلها كمان بكلمة type What's your favorite movie type تمام ولكن كلمة Genre حابت أجيبها عشان تكون شوية مختلفة عليكم فبالتالي نبقى عارفين حاجة جديدة يبقى ممكن نقول What's your favorite movie genre أو What's your favorite movie type دي كده الكوستين الخاص بالسؤال على نوع الفيلم اللي أحب أشوفه طيب في عندنا دلوقتي الأنواع موجودة قدامنا هنلاقي كده the favorite movie genre for me for example ممكن نقول animation وممكن نقول fantasy وممكن romantic action دي كده my favorite movie genre طب تعالوا بقى نشوف إنتو إيه المفضل عندكم عندنا أول favorite أو أول type أو genre من الموفي اسمه action action movie طبعا ده الفيلم اللي بيكون فيه شوية بقى يعني مطردات وهو مبني أساسا على ال action ومثلا الفيلم بتاعه Fast and Furious الجانر بتاعه أو نوعه إنه هو mainly طبعا action وإنكلود طبعا other kinds يعني أو other types ولكن هو في الأساس بيكلم على ال action طيب في عندنا إيه تاني؟ في عندنا romantic romantic movie ال romantic ده اللي هو بيكلم عن قصص رومانسية فبنسميه romantic ممكن نلاقي فيلم زي تايتانيك هو في الأساس drama ولكن طبعا include a lot of romance موجود في romantic scenes كتير طيب فيه كمان الأفلام اللي هي horror الhorror movie اللي هي أفلام الرعب لما أقول إن أنا my favorite movie genre إنه هو horror movies يبقى معناه إن أنا بحب أفلام الرعب فبسميها horror طيب فيه ايه تاني؟ في عندي comedy comedy اللي هي الأفلام الكوميدية كتير عندنا طبعا في مسجر بالتحديد منتشر أفلام comedy كتير جدا زي مثلا فيلم زي سايزي في الجامعة الأمريكية let's say أو عسل السود كل دي بنسميها comedy أو الفيلم ده أو الجانر بتاعه نوعه هو comedy في ايه كمان؟ في science fiction science fiction يعني أفلام الخيال العلمي وخصوصا أفلام الخيال العلمي بتتكلم عن let's say aliens مثلا اللي هما الكائنة الفضائية ممكن كمان تكون تتكلم عن عن مثلا تجارب علمية بس غير معروفة أو غير متوجدة في الواقع فدي كل لها بنسميها science fiction أفلام السفر عبر الزمن مثلا ده كله بنسميها science fiction زي الفيلم بتاع تايم ماشين أو ستار وارز كل دي بنسميها science fiction طب في كمان إيه عندي فيه animated animated اللي هي الكارتون يعني اللي هو animation طبعا ده لي بقى دلوقتي يعني كتير جدا ناس تحب تتفرج عنه فليجا ماهير كتير جدا زي let's say beauty and the beast الجميلة والوحش ممكن نقول Elsa the queen of ice Elsa ملكة التلك في lion king ده كله بنسميه animation أو animated طيب آخر نوع هنكلم عنه النهاردة هو الفانتزي الفانتزي ده اللي هو بيكون فيه حاجات خيالية زيادة عن لزوم يعني اللي هي مستحيلة أنها تحصل في الواقع كله تخيلات في تخيلات مش ضروري تكون related to science مش ضروري أنها تكون متعلقة أوي بمجال العلوم زي مثلا فيلم lord of the rings the lord of the rings ده كده أكيد فانتزي لأنه بيتضمن مجموعة خيالات مش طبيعية وما لهاش أوي علاقة بالعلم وكده دي كده مجموعة الموفي جانرز هنشوفهم تاني على سكرين دلوقتي هؤهلهم بسرعة لشان نعرف النقط السليم بتاعهم يبقى أول واحد الكوستن بيقول what's your favorite movie genre بعد كده الأنواع action romantic horror comedy science fiction animation أو animated وبعدين فانتزي دي كده مجموعة الأنواع أو different genres of movies اللي هي خاصة بالأفلام طيب دلوقتي كده هنشوف conversation سريعة بتممة بين اتنين هي برضو related للسينما وللأفلام وللكرام ده كله عندنا طبعا الشخصيتين دول talking about movies بيتكلموا عن الأفلام تعالوا نشوف كده ايه المحادثة بدايتها وكانت عن ايه طبعا عندنا فاكي وعندنا امي الاتنين دول في they are chatting about movies بيتكلموا عن الأفلام فامي اتصلت بفاكي بتقول hello فاكي بتكلم فبتقول hello فاكي دي طريقة طبعا اننا لما بتصل بالتليفون الأجانب مش مسلا بيقولوا hello ايوة مين الكلام ده كله او فلان موجود لا على طول بيقولوا hello فاكي سبيكين لازم يعرف نفسه الاول بالشخص خصوصا اللي بيكلم في تليفون الارضي مش موبايلات ومعمول سيف للرقم فبيقولوا hello فاكي سبيكين يعني hello انا فاكي معاك بتقول نفسها الاول طيب عرفنا hello فاكي سبيكين فردت عليها قلت لها hi فاكي ام 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 اهلا بيكي انا ام قلت لها او ام 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 مبسوطة جدا انت بتتسلي طيب يبقى هنقولها تاني ازاي i'm so glad i'm so glad يعني سعيدة كلمة glad بمعنى سعيد وسعيدة انك اتصلت تتعالوا هنا نقف شوية عند حتة نط علشان احنا عارفين بنحب كل فترة نعلق على حاجة خاصة بالنط الجمل كمان مش نط الكلمات لان هي بتبقى مختلفة شوية تتسابقى كتير انه في حاجة اسمها linking rules او ان احنا ازاي بنعمل link للكلمات مع بعضها واحنا بننط فبتطلع ليساعات sounds او اصوات مختلفة عن صوت الكلمة لوحده وده شيء مهم جدا لازم نرايه في الانجليش خصوصا ان احنا لو نيجي نسمع لل native speakers وهم بيتكلموا بنحس ان احنا مش فاهمين اوي هما بيقولوا ايه وده بسبب ان احنا مش عارفين linking rules اللي بتحصل في القومت طيب هنا هي قرت لها ايه قرت لها او وامي ما قرتش او وبعدين امي وفصلتهم عن بعض لا في صوتين كده دخلوا ببعد اللي هو او وامي اللي هو دخلت الكلمة او اللي هي موجود في الانجليش بنسميها ومع كلمة امي لان في صوت حرف او اللي هو ده بيندمج مع الها او حرف الكلمة طبعا هنا او ما فيهاش ه هي فيها او اللي هو حرف ال او الاثنين اندمجوا مع بعض وطلعونا يا فبنقول او وامي او وامي كده دخلنا في صوت ثالث مش موجود ولا مكتوب طيب بعدين قرت اتلها اي هنشوف تانية على السكرين اتلها ام مقلتش اي ام سو جلاد يو كول لا اتلها ايم ايم يبقى لازم نعم الدمج ما بين اي وال ايم اللي هي ايم ونخليها ساوند واحد فتبقى ايم وبعد كده سو جلاد سو جلاد ايم سو جلاد ما نقول شي بقى ايم سو جلاد لا ايم هنا كلمة ما تنطقتش بالشكل الكامل اللي احنا معتاد عليه ولكن احنا قلناها ي اختصارا للكلمة لان هي كلمة موجودة في الجملة مش بتدي معنى جامد اوي او مش كلمة اساسية هي ممكن تتفهم حتى من غير ما تتقال فبالتالي احنا بنعملها حاجة اسمها بنختصرها ما بنديهاش الساوند الكامل بتاعها يبقى كلمة برا الجملة بتتنتق يو ولكن لما تدخل جوه الجملة وتكون هي مش محل ضغط او مهمة اوي في الجملة فبنختصرها بتبقى ي فهنقولها تعليق بس على كلمة جلاد وعلى كلمة كولد فكلمة جلاد جي ال اي دي ال فيها بتتنتق ال ما تتنتق ش لا زي اللام بتاعت العربي لا هتتنتق ال مدخمة شوية زي ال بتاعت ال انجلش فلازم ناخد بنا من البوين دي فهنقولها جلاد طيب بالنسبة لكلمة جلاد اللي بتتقال كتير كلمة دي مش سليمة في النط لان احنا رققنا او رققنا حرف اللام او ال الموجودة في الكلمة فبالتالي طلعت صوت شوية بعيد عن نط ال فبدلا ما هتبقى جلاد طبعا يعني ده النط غلط فهنقولها جلاد نضخم شوية في ال نفس الحكاية في كلمة كولد لا كولد دي الال فيها مرققة جدا مش دي الال بتاعة الانجليش فهنقولها كولد كولد الال لازم تبقى مدخمة شوية شان كده هنقول I'm so glad you cold I'm so glad you cold تمام كده عرفنا طريقة النط الجوم لدي طيب بعد كده قالت لها ايه I've got a surprise to you I've got a surprise to you معناها ايه انا عندي مفجأة ليكي طب قلناها ازاي مش هنقول I have got a surprise to you كده برضو نط غلط تحس ان الروبوت بيتكلم مع ان حتى الروبوت دلوقتي المستحدثة التدو يدخلو لها اصوات زي اصوات البني ادمية طيب أمار عمساج لعد يقول بقصدي I've got a surprise to you ايه الحاجات اللي تضافت عليها علشان تخلي اللينك بتاعها يتم بشكل سليم like natives ويطلع علينا صوت شوية مختلف عن صوت كل كلمة منفردة الوحدة دل هنشوفه تطبيعا على الجملة احنا ما قلناش I have قلنا I've يبقى I have هتختصر لي I've يبقى نقولها كده I've I've got a ما قلناش I've got a ما قلناش got a قلنا I've got a surprise I've got a يبقى كلمة got a بقت gotta يبقى تاني كده ده طريقة كمان خصوصا في الامريكان انجليش بتستخدم وكمان الشباب اللي موجودين في بريطانيا بقوا يحبوا انهم يستخدموا الاختصارات دي كمان فهي هتلاقيها منتشرة سواء في انجلند او في امريكا فهنقول I've got a surprise وقلنا I've got a surprise دمجنا برضو كلمة surprise مع ان هي بتاعة got a I've got a surprise ما قلناش بقى to you to دي اللي هي long o دي لما كون انت كلمة to لوحدها ولكن دخلت جوا كل الجملة في الحالة دي لازم يحصل لها reduction او نقلل من زمنها شوية او مدة النطق بتاعها فالمطة اللي موجودة فيها في حرف the o او long o دي هتنختصرها وهتبقى to to كأن the o مش موجودة يبقى I've got a surprise tear tear لو لاحظنا هنا بقى دمجنا to مع you وباقي tear مقلتش برضو to you you ما مططهاش او قلتها بالطريقة الكاملة وليه دا بيحصل بان فيه كلمات معينة في الجملة بتبقى ضعيفة ما هيش بتدي المسج الاساسية فعلشان كده بما انها هي مش اساسية في الجملة يعني اننا لو شلتها ممكن تعمل خلل في المعنى لا هقدر افهم still هقدر رفع من الجملة فبالتالي بنعمل لها ونركز على الكلمات المهمة ازاي في الجملة دي الكلمة المهمة هي كلمة surprise surprise دي الكلمة المهمة اللي بتنقل لي معنا اللي بتعرفني ان فيه مفاجأة ولكن بقيت الكلمات التانية باختصار كده اقدر استنتجها مش بحتاج ان انا عمل عليها stress بقول i've got a surprise to you ما اقولش بقى i've got a surprise to you شايفين فرق المسيحة في الطول في الزمن كبيرة جدا فرق كبير فنرجع نقولها تاني كده سوا i've got a surprise to you طيب ده كده i've got a surprise to you ردت عليها قلت لها انا عندي ليك مفاجأة هنشوف بقى ردت عليها وقالت oh really فعلا oh really بقيت دي طريقة ان انا ابين استغرابي شوية مفاجئتي بشيء فيعني ممكن اقول oh really so glad to hear that so glad to hear that هنا حصل كمان اختصار في الجرامر يعني مش بس اختصار في النط كمان اختصار لنا في الجرامر ازاي ده يحصل انه احنا في الـ speaking طالما ان ده تحدث مش كتابة ففي حالة التحدث احنا مهم جدا نعرف انه ساعات بينا تغادع عن بعض القواعد يعني في حالة جملة زي دي so glad to hear that بدل ما نقولها I am so glad to hear that طبعا الـ structure السليم I am so glad to hear that ولكن هنا حصل اختصار لانه احنا منتكلم و again نقدر نستنتج انه كلمة I am في الاول مش محتاجين نقولها بقى خلاص يعني مش مشكلة زي فهنقول so glad to hear that يعني انا سعيدة ان انا بسمع كلام ده او ان في surprise فهنقولها ازاي so glad to hear that قلنا to hear ما قلناش to hear اوكي يعني مش هنقول to hear that لا انا قلها so glad to hear that to hear that يبقى to hear طيب ذا كده الاختصار مع hear نشوف ردت عليها قلت ايه قالت لها انه انا 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 على الفيلم ده فردت عليها اميو قالت لها انا فعلا سعيدة جدا جدا ان انا اعرف ايه اللي بيحصل خلف الكواليس او خلف احداث بتاعت التصوير كخلفية احداث تصوير طيب كلمة بيهايند ده سينز اللي موجودة في نهاية الجملة معناها في الكواليس يعني انا ما احب اقول ان انا في الكواليس او برا منطقة التصوير اللي بتطلع في التلفزيون هنقول عليها بيهايند ده سينز يعني خلف الكواليس او فيما وراء الاحداث اللي بتحصل او خلفية الاحداث اللي بتحصل فالتاني هنقول هي قلتها ازاي بتعبر عن انها انترستد ازاي فبتقول ام اكستريملي انترستد تنو واي هابنز بهايند ده سينز هنا ايه اللي حصل ام اكستريملي انترستد اكستريملي يعني جدا بشكل بالغ او فائق وبعدين انترستد يعني مستمتعة او يعني حد مبسوط بيعبر برضو عن ان هو مستثار انه يعرف حاجات عن شيء معين ما نقول شي تو نو لأ هنقولها تنو تنو واق هابنز واق هابنز انا اللي عملته هنا كلمة وات ما تقلتش وات ونطقنا حرف التا لا احنا قلبنا التى هنا الهمزة وده بيحصل امتا بيحصل لما يكون في عندي حاجة اسمها ستوب تا يعني التى مفيش بعدها فالتالي التى كده بتلاقي فيه بعدها وقفة لازم نقف عندها لان الصوت اللي بعدها كونسرنت او ساكن حروف الجندة مش الحروف المتحركة اللي هي اصواتها ممكن تندمج بسهولة مع الحرف اللي قابله فبالتالي لما نيجي نغير حرف التى في الحالة دي هنغيره نخليه همزة فهنقول وات حابنز وات حابنز مش هنقول وات حابنز ولو في بعض الاحيان برضو يعني هوا البرتش بيبول بينتقوا يقولوا وات حابنز الامريكانز كمان بيقولوا وات حابنز ولكن في بعض الاحيان في بريتانيا او في الانجليش بريتش انجليش بنلاقي الناس بتقول وات حابنز وات حابنز برضو بندوم شوية الوات بنخلي فيه كده خفيف من الو بدل وقت بتقولها وات حابنز وبردو بتتحول لهمزة واحيانا بينتقوا تي طبعا التنوع في الاكسن ده حلو جدا ان الحد يختار الطريقة الحر او اللي يحبها اللي هو حر ان هو يستخدمها ما قلتش بقى بهايند ده سينز وفي بعض الناس بتنتقها بهايند بتزود ساوند زيادة او صوت زيادة مش موجود في الكلمة اصلا هي اسمها بهايند بهايند مفيش بهايند اوكي فمفيش الساوند الزيادة ده فهنقولها الوحدة بهايند بهايند طيب لو ده مجناها في قملة زي بهايند ده سينز الدا او حرف الدي الموجود بننطقه شوية خفيف بحيث ان هو يندمك بسهولة مع الكلمة اللي بعده اللي هي ذا فهنقول بهايند ده سينز دي الطريقة السليمة للنطق طيب قالت لها ده في احداث كتيرة جدا بتحصل في الكواليس لغاية لما ننتج اخر مشهد يبقى تاني كتير اوي حاجات بتحصل خلف الكواليس لغاية ما ننتج اخر سين او اخر مشهد طيب ناخد هنا كلمة produce the last scene produce يعني ينتج ودي طبعا كلمة مهمة جدا في صناعة السينما produce the last scene يعني ينتج اخر مشهد كلمة سين لوحدها يعني مشهد طيب هي قالت لها ان في حاجات كتيرة جدا بتحصل في الكواليس لغاية لما يحصل انتاج للأسين او المشهد الاخير فانا اتلاها بعد كده وكمان في فريق كبير جدا بيشتغل على الموضوع ده بطبعا مجهودات عظيمة ومن هنا بقى طبعا احنا لازم نحيي كل الكرو كل الفرق اللي بتعمل في مجال السينما خلف الكواليس لانهم ما بيبزلوا مجهود يمكن اضعاف اضعاف ما بيبزلوا مجهود الناس اللي بتظهر على الشاشة فطبعا كل التحية والتقدير ليهم والحلقة دي مخصوص معمولة علشان كل الناس اللي بتعمل خلف الكواليس او في المجال السينما في العموم يعني في فريق عمل كبير كلمة كرو اللي هي فريق العمل سي ار اي جابليو هنقولها كرو دي النط السليم بتاعها طيب يعني ضخم جدا او فريق ضخم جدا يعني بيعمل على ذلك with great effort يعني بيجهود عظيم great effort لما نيجي ننطقها بردو وندمج الكلمات هنا هنلاقي في تي كتيرة موجودة ودايمن تي بتعمل شوية مشاكل بس اتكلمنا عنها في حلقات قبل كده للناس اللي متابعين وبردو نرجع نقول ان تي من الاصوات اللي ممكن بتبقى لها كزا sound حسب هو جاي قبلها ايه وبعدها ايه وكلام ده طب جي بعدها consonant فاحنا ممكن ننطقها همزة نقف عن ده كده سماها stop ta وبننطقها همزة طب هي موجودة ما بين two vowels ما بين حرفين متحركين بنغير نطقها تماما وبنخليها حاجة اسمها fast da وهي صوت ما بين da وال ra ممكن نسميها fast da ممكن نسميها flap ta الاتنين دول طريقة نحنا نسميها زي مثلا بنقول كلمة water water دي يعني مية اللي هي water بالبريتش water في البريتش انجلش نطقوها التي والتي في البريتش انجلش بيطلع فيها هاوة شوية فبنقول water وطبعا الار ما بتتنطعش ده في البريتش انجلش طالما في قبلها vowel ولكن في الامريكان انجلش نقلبها بقى ونخليها fast da بنقولها water water دي كده طريقة نوت الحرف التي لما بيكون في ما بين two vowels فهنا هنشوف هنا اللي هنلاقيه هي التا اللي هي التي اللي بنقف عندها اللي بيبقى بعدها consonant sound أو حرف second فهنقول and a huge crew works on that and a huge crew works on that with great efforts with great efforts طيب زي ما احنا شايفين works on that works on that ما قلناش that with great efforts with great efforts برضو قلنا هنا great efforts تمام دي كده طريقة النوت قالت لها can't wait to know more about it ايمي بقى ردت قالت لها مش قادرة استنى علشان اعرف اكتر من كده عن الموضوع خلاص يعني I can't wait فزي ما شايفين برضو هي ابتدت هنا بالفعل على طول لكن في الجرامر السليم لازم نقول I can't wait لازم اللي هو I can't wait فهنقولها can't wait it's accepted in speaking مقبولة جدا في speaking يمكن دي الطريقة اللي بتتقل اصلا في speaking ولكن لما نيجي نتكلم في الكتابة لازم كل عناصر الجملة تكون موجودة ولازم نتبع قواعد الجرامر السليم طالما اني بكتب حاجة فورمال في التست مثلا في خطابات ابعادها المديري لو انا في شغل كلام هكلم به مع مدرس بكتب باريجرف في الكلاس عندي كل ده لازم فورمال رايتين النما لو انا بكتب تشات مثلا او ببعث ايميل ساحبتسي المقربة جدا ليا ما فيش مشكلة لما نتبع نفس قواعد speaking دي ما فيهاش اي مشاكل طال نرجع تاني ونقول can't wait احنا قلنا can't wait ما قلناش can't wait لا ده كده غلط فمنقول can't wait can't wait ايه اللي حصل هنا احنا تي قربناها حمزة زي ما لسا قيلين انها استبتة فهنقول can't wait to know can't wait to know to know ما قلناش to know يبقى الجملة دي لو قلتها لكم كده بالطريقة يعني شوية common او متعارف عليها هنا في مصر فهنقولها يعني تعالوا نبص كده على الجملة تاني وهقره لكم بالطريقة الغلط اللي هي المش المفروض تتقل وشوفوا هتاخد مني وقت طويل قدقي هنقول can't wait to know more about it احنا هنا ما عملناش اي لينك وطبعا الساون طالة شوية غريب او مش نفس الساون بتاع النيتف طب هقلها لكم تاني بطريقة سليمة فهنقول can't wait to know more about it can't wait to know more about it اللي حصل هنا احنا وقت او زمن جملة اقصر بكتير لان احنا طبقنا قواعد reduction اللي هي التقليل في مساحات الكلمات الغير مهمة للمعنى وطبعا عملنا سجاس على الكلمات المهمة الدمجة هنا حصل ازاي هنرجع تاني للجملة وهنقول can't wait هنا الت بقيت stop can't wait to know can't wait to know حتى wait هنا بتنتي تي اللي بنيها همزة وقلنا can't wait to know wait to know وبعد كده to ما قلناش to know قلنا to know to know وبعد كده قلنا to know more to know more about it هنا بقى الت اللي هي فلابت تا او اللي تحولت لفاس دا اللي هي الصوت بتاع دا ومخلوط شوية في ر فقلنا about it ما قلناش about it دا كده غلط ليه لاني كلمة about تي هنا قبلها حرف thou وبعدها حرف thou ففي الحالة دي تلعوما كده يبقى تي هنا هتتحول بتاعها لفلابت والصوت زي ما انتم سمعتوا كده بيتقال about it about it مش هنقول about it لكن طبعا British English مش بيتابع القاعدة دي فبيقولها about it about it دا كده النط بتاع British English طبعا تعالوا نشوف كده هي مش قادرة تستنى علشان تشوف الحاجات الخاصة أو تحصل ولا السينز فذكي ردت عليها قلت لها you can come you can come with me while we're shooting a scene you can come with me while we're shooting a scene يعني تقدر يتيجي معايا وإحنا بنصور scene أو وإحنا بنصور مشهد آآ تاني هقولها لكم بالنط السليم عشان عرفكم التفاصيل بتاعتها you can come with me while we're shooting a scene you can come with me while we're shooting a scene دي لطريقة السليمة مش هقولها بع you can come with me while we are shooting a scene ده كده يعني نوت شوية حد مبتدئ محتاجين نحن نحسن علشان خاطر أنت زين native speakers بالزبط طيب هنقولها تاني زي you can come you can come مش هقولها you can come اختصرنا you خلناها you can come you can come وكان هنا برضو اختصرناها شوية قلنا can نطقناها بسرعة ما قلناش can اللي هو النط المعروف أو can بالبريتش لا قلناها you can come طيب with me ما قلناش بقى me بالمطب بتاعتها لقد نجي بعدها كلمة while ف me هنا ما تغيرتش قوي ولكن اختصرنا شوية حرف long e اللي بعدها فقلناها with me while with me while we're shooting we're shooting ما قلناش we are shooting we are shooting ده في الكتابة أوكي ولكن لما نيجي ننطقها هنقول we're shooting هنضم we مع r ونسميها we're كده ده النط السليم بتاعها we're shooting قلنا هنا التي بتاعت shoot يعني يصور مشهد كلمة shoot يعني مش يطلق نار هنا لان فيه كلمة shoot يعني يطلق نار ولكن هنا بمعنى يصور مشهد يبقى shoot بمعنيين هنا في صناعة السينة بسمعه يصور مشهد شورين شورين اللي هي بال-ing اللي حصل فيها إن حرف التي هنا موجود ما بين اثنين فبالتالي هنغيره هيبقى شورين والوير شورين التي هتتحول لفاستة شورين السين الاي مش هنقولها اا كاملة كده وبنطق قوي لا هنقول شورين السين شورين السين دي كده مجموعة القواعد الخاصة بالنطق في الجملة اللي كانت قدامنا طيب هتيجي معنا قالت لها يعني دي هتبقى فكرة ممتازة هي هنا متحمسة بقى جدا وبتقول لها إن دي هتبقى فكرة ممتازة قلتها ازاي قلت التي تقريبا الأخيرة في حرف في كلمة ذات مطنطة اتش ودخلت على طول على كلمة فقلت وبعد كده قلت وبعد كده وبعد كده الأ والأ برضو بنختصرها جدا ساعت فبعد كلمة ما بتتنطق شي أصلا That would be a great idea Great idea زي ما انتوا شايفين أنا قلت great التي هنا ما نطقتهاش بنطقها المعروف وقلتها Great idea حاولتها برضو اللي فلعبتها اللي هي ما بين الراوض ده في النط علشان هي جاية ما بين two vowels فهنقولها زي That would be a great idea دي هتبقى فكرة ممتازة كده خلصنا الconversation خلصة الconversation هندخل بقى على filmmaking vocabulary اللي هو الvocabulary الخاص بصناعة الأفلام دي بعض كلمات بيستخدمها الناس بقى في السينما أو هم بيصوروا برامج أو أيا كان الشيء اللي بيعملوا طالما هو داخل نطاق التصوير أكيد أكيد هنسمع الحاجات دي أو هنعرف مجموعة الحاجات دي إنهم بيستخدموها في كلامهم طيب حلو إن احنا نعرفها بطريقة نطق سليم علشان كل الناس تبقى عارفة إيه الطريقة اللي بينطقوها بيها بره في السنة ما بقى في هوليوود طيب تعالوا نشوف كده اللي هنشوفه في filmmaking vocabulary عندنا أول كلمة هي كلمة سين وإحنا اتفقنا إن كلمة سين يعني مشهد يعني جزء من مصرحية جزء من فيلم جزء من قصة ده كده بنسميه سين اللي بيكون فيها اكشن معين بيحصل من غير بيكون فيه قطع في الوقت يعني السين ما ينفعش إن أنا أقطع في وقته وأقول كده ده سين واحد لا السين واحد بتصور مشهد على بعضه ما ينفعش يحصل فيه قطع في الوقت ده كده بنسميه السين طيب فيه أي كمان مثال للكلمة نقدرنا من المشهد تاني دو مع كلمة سين يعني زي ما احنا شايفين كان وي دو ذات سين اجان أنا مكنتش بتكلم بصوت عالي كفية ممكن كمان نقول ولكن مع نهاية مع المشهد الأخير هم رجعوا أصحابتين احنا زي ما احنا شايفين كلمة ثين واستخدماتهم فيه كمان عندي كلمة اللي هو المنتج من فاش بقولها ده كده النطق الكامن اللي موجود في مصر فالمفروض النطق السليم بتاعها برودوسر برودوسر طب الاختلاف ده بيحصل لي علشان حرف البي مثلا ما بنطقوش بي وبنطقو بي ده أول حاجة بتخلي الكلمة تطلع برودوسر طيب فيه ايه كمان فيه عندي حرف الار أنا ما بقولوش ار اللي هي الانجليش ار لا بقولها ر اللي هي الاربك ر او الري العربية فبالتالي برضو ده لازم يتغير وانا بنطق الكلمة في كمان عندي النطق بتاع الفاوز اللي هنا لازم اعرف الاول مين الفاوز فيهم التويل ومين الفاوز القسير فانا عندي هنا ال او وال يو وال اي دي كلها فاوز طيب هل هنطقهم كلهم بنفس القوة لا ما ينفعش فيهم فاوز هتبقوا سيارة وفيهم فاوز هنعمل عليها سترس او هنطقها بشكل مطول فانا هقول الكلمة تاني بالنطق السليم وحاولوا تستنتجوا كده مين الفاوز القوي او مين الجزء في الكلمة القوي فهقولها يبقى كده عندي الجزء القوي في الكلمة هو الраب اللي هو الفاول بتاع الراوز هو الاساسي هو الفاول اللي عا declined ايوه مزبوط هو ده الفاول اللي عا langu يعني اذا ما ينفعش ياقول برودوسر كده لا ما نفعش كده انا سويتهم كلهم زي بعض ودي مش من الروز بتاعت الانجليش او مش من قواعد الانجليش قواعد الانجليش انه الكلمة الوحدة طرام فيها كذا أو كزا الصوت لفي يبقى فيه جزء صوت منهما يبقى اقوى من بقية الاسوات في كلمة producer السوء الأقوى هو du أو السلب الثاني أو المقطع الثاني فبالتالي عشان كده نجمع بقى مجموعة الحاجات دي مع بعضها حرف ال-p ونطق السليم حرف ال-r ونطق السليم نعمز جاس على du أو الفاول اللي في النص تطلع علينا الكلمة مختلفة تماما عن النطق اللي احنا متعودين عليه هنا في مصر مثلا أو حتى في بعض دول تانية مش ضروري مصر بس اللي بتعمل النطق في الأخطاء لا كل الدول اللي ما بيكلموشوا اللغة الأصلية بيعملوا خطأ في النطق فإحنا بقى بنحاول نشوف إزاي نقربوا أكتر لل-native فالمفروض النطق السليم يكون producer ده كده النطق السليم producer اللي هو المنتج person who finds the financial investors ده الشخص اللي بيحاول نهو يشوف مين المستثمرين اللي يقدروا يجيبوا فلوس أو بيعمل أتفاق مع الناس اللي تقدر تجيب فلوس تصرف على الموضوع hires the director اللي كمان بيعين المخرج and production staff وفريق الإنتاج production staff يعني فريق الإنتاج بقولها production with staff اللي هو فريق الإنتاج staff يعني فريق sets the budget set the budget يعني بيحط الميزانية sets the budget and pays the bills for a theoretical production وهو اللي بيدفع الفواتير pays the bills بيدفع الفواتير for a theatrical production for theatrical production للإنتاج المسرحي أو لأي إنتاج حتى لو سينماين ده كده البردوسر ودي مجموعة كلمات أو مصطلحات related للبردوسر طب نروح بقى للشخصية المهمة جدا اللي هو director اللي هو المخرج شخصية المخرج بنسميه director director طب تعالوا كده بقى نشوف احنا عمليين بقى نتكلم على شخصيات المهمة في مجال السينما أو صناعة السينما director اللي هو المخرج ما قولوش بقى director ده كده برضو نطق غير صحيح director ده كده ألبناها Egyptian English طب إيه النطق السليم ممكن نقولها director director اللي هو ال-I هنا مش هتتقال-I أو ممكن نقولها director director هنا برضو نطقنا ال-I شوية موجودة ولكن في جميع الأحوال أنا برضو عندي ثلاثة vowels ال-I وال-E وال-O في الكلمة فلازم أحدد بالزبط هو أي واحد فيهم المفروض يكون عليه stress فلو احنا ملاحظين كلمة director director فين stress فيه تاني واحد director تاني واحد اللي هو ال-R-E هو المفروض نعمل عليه stress والباقي هننطقه بسرعة كده فهنقول director طيب ده كده نط السليم لكلمة مخرج the person in charge of molding or aspects of production ده الشخص المسؤول على أنه يدمج كل العناصر بتاعة الانتاج اللي هي الشخص المنتج اللي كنت تكلمنا عنه قبل كده قلنا مجموعة عناصر كده هو بيعينها أو بيجيبها ومسؤول عن توفرها طيب يجي بقى director يستغل كل العناصر دي ويدمجها مع بعض زي مثلا acting علشان acting الشخص المشاهد costumes اللي هي الملابس الأزياء بتاعت البرامج أو أزياء مثلا التمثيل أو في المسرح أو في الأفلام أو كده بنسميها costumes costumes مش costumes دي حاجة ودي حاجة تانية فيه كمان make up make up اللي هو الماكياج اللي هيستخدموه فيه lighting lighting اللي هي الإضاءة ده كله أنت أوانت ده كله بيحاول يدمجه ال director فيه زي بوتقة واحدة كده علشان يطلع عمل فني كويس أو جيد ومتوائز طيب ده كله بيندمج into a unified hall وبيطلع عمل واحد طيب فيه كمان assistant director مساعد المخرج شخصية مهمة جدا ف assistant director ده مساعد المخرج طب تعالوا كده نشوف ال assistant director بيعمل ايه ودي طبعا نطقها بنقول assistant ما نقولش assistant لا بتتقال assistant اللي هنا عندنا 2s ولكن ما بيتنتقوش كأنهم 2s يعني ما عملش شدة لا مش هعمل شدة عليهم لو أنا عندي في الإنجليش 10s مكتوبين ورا بعد طالما فيش فواصل ما بينهم هيتنتقو كأنهم s1 فما ينفاش أقول assistant director لا ده كده نطقس غير سليم فهنقولها assistant assistant كأنها s1 أوكي وبعد كده نقول assistant director assistant director يعني مساعد مخرج طب نشوف assistant director the person who acts as the lesson between the director and the casting crew ده بقى الشخص اللي هو حلقة الوصل ما بين الديركتر نفسه المخرج نفسه وبقيت الكرو أو بقيت الكاست كاست اللي هم فريق التنسيل أو فريق العاملين في المجال والكرو برضو هي نفس الكلمة الكاست أو الكرو الاتنين أقدر أستخدمهم بنفس المعنى وهو كمان اللي بيبقى مسؤول عن يعني إيه في صناعة السينما يعني الحد بيتدرب على الكلام اللي بيقوله فبيعد يتدرب مثلا الفنانين أو كده لو بيمثلوا هيتدربوا على الكلام أو يعني بيعملوا للحاجة ده معناه إنه بتدرب على الحاجة قبل ما بتدي أعمل السين بتاع التمسيل فبقول لما يكون المخرج غيب ومش موجود هو اللي بيكون مسؤول عن كل الحاجات يعني بياخد بما معناه دور المخرج بشكل مباشر مع الكرو أو مع الطاقم بتاع العمل ولو المخرج غيب هو بيحل طيب فيه إيه كمان سين ديزاينر سين ديزاينر اللي هو الشخص المسؤول عن تصميم المشاهد ده بقى الشخص اللي بيطلع الحاجات الشكل الجمالي للمكان الشكل الجمالي لللبس الأزياء الشكل الجمالي للميكب ده كله بنسميه سين ديزاينر أو مصمم الموقع أو مصمم الموقع أو مصمم المشهد ده الشخص المسؤول عن الديكور والكلام ده كله الـ setting اللي هو الديكور بتاع المكان ده بنسميه setting في الإنجليش فيه كمان الميكب اللي هو الماكياج وفيه الـ costume costume اللي هو الملابس الأزياء اللي هيلبسها الفنانين تكون مناسبة للشخصية اللي بيمثلوها ده كده بنسميه costume يبقى دي كده مجموعة الحاجات اللي بيكون scene designer scene designer مسؤول عنها طيب نولحزنا برضو كلمة designer فيه حرف G وحرف الج ده ما بيتنطقش هو silent فناخد بالنا من الـ point D addition ايه يبقى الـ audition دي كلمة تانية كلمة audition هنلاقيها على على الـ screen دلوقتي audition دي يعني أنا دلوقتي ممكن يكون جايلي دور أو جايلي فرصة أن نشتغل في مكان قبل ما اشتغل في المكان لازم أروح أعمل audition لازم يختبروني أمثل مشهد كده يختبروني فيه فأولا عندي audition audition يعني a try out for a position in the play يعني لسه بقرب يمكن أخذ دور في المسرحية يمكن أخذ دور في الفيلم أو في المسلسل فده كده اسمها audition مش بمثل فعلا I'm not actually acting أنا مش بمثل بالفعل I'm having an audition يعني أنا عندي بس مشهد تمثيلي كاختبار علشان يقرروا ياخدوني أو مش ياخدوني طيب في عندي إيه كمان عندي script writer script writer ده الكاتب بتاع النص ده اللي بيكتب script إحنا عارفين طبعا كلمة script مشهورة جدا في مصر ومعروفة يعني لناس كتير ان script ده اللي هو النص بتاع الكلام اللي هيتقل في المشاهد فالscript writer ده الكاتب بتاع النص كاتب النص بنسمي script writer طيب مين ده هنقوله تاني a person who writes the written form of a play ده الشخص اللي بيكتب النص الكتابي للمسرحية movie television show أو الأفلام أو طبعا العروض التلفزيونية اتساترا a person who writes a script الشخص اللي بيكتب a script that's script writer في اي تاني مثال على script writer the script writer must try to complete fun four minutes english teaching story that's not easy a script writer ده لازم يكتب complete fun four minutes english teaching story يعني لازم يكتب لنا قصة بالانجلش تكون funny تكون كده ممتعة ومسلية لمدة أربع دقايق that's not easy ده مش حاجة سهلة أبدا طيب كلمة script دي الكلمة اللي بعدها script اللي هو النص النص نفسه المكتوب طبعا what is the script هنشوفها على سكرين دلوقتي the written form of a play ده الفورم الكتابي اللي خاص بي المسرحية movie television show and cetera دي اللي هي كلمة script لوحدها من غير writer ده النص ذاته طيب في عندي كمان draft يعني أنا ممكن اكتب draft للسكريبت الدرافت ده is a version of something such as a document that you make before you make the final version أنا بعمل draft للسكريبت بعمل draft للدور مثلا بتاع فلان يبقى ده كله عبارة عن بسميه draft نسخة مكتوبة قبلية أو قبل النسخة الأخيرة بس مجرد كده بكتب فيها الحاجات قبل التعديل وبعد الدرافت ده ممكن يتعمل بعده درافت تاني يكون معدل لغاية لما نوصل للنسخة الأخيرة اللي هي السكريبت تفاقنا في كمان عندي كلمة كاست كاست أو كاست لو حد عايز يقولها بريديش فلو أمريكين هتتقال كاست بالفتحة بتاعت الأي ونمت شوية في الأي فهتتقال كاست إنما لو بريديش فهتتقال كاست كاست طيب الناس اللي بتمثل في المسجحيات في الأفلام في عروض التلفزيونية بنسميهم كاست يعني على سبيل المسال الكاست بتاعنا هنا في إنجوي إنجليش اللي مسؤولين عن تقديم برامج إنجوي إنجليش ليكو بيشتغلوا بقد جدا أو بقدية شديدة و كمان بيستمتعوا جدا في إنهم يتعاملوا مع بعض أو يشتغلوا مع بعض ذا واحد الممثلين طبعا الكاست ممكن يبقوا الممثلين أو كل الكرو القائم على العمل تقديم عمل لنا طبعا في كمان كلمة line line دا line بيبقى جوز من السكريبت line دي اللي هي the words making up a part in a performance دا عبارة عن الكلمات اللي بتعمل لنا في الآخر الأداء النهائي دا بنسمي line يعني سطر من سطور السكريبت نقرأ لنحقق أفضل نتيجة منها لما نقراها بصوت عين طيب بعد كلمة line في عندنا كلمة roll roll يعني نبتدي بقى نشغل الكاميرات roll فيقول لها roll أو يقول الشخص المسؤول الكاميرا ما أو الشخص المسؤول عن التسجيل أنه يبتدي يشغل أو يعمل roll يعني شغل الكاميرا هنبتدي بقى خلاص التصوير فبنقولها roll فنقولها roll مش نقولها roll roll دي اللام دي المرققة زي بتاعت العربي لكن هنا في كلمة زي roll في الإنجليش تتقال l ما تتقلش لا هل احنا شغالين يعني أنا مكنتش لسه جهزة ده كده كلمة roll أو المسال على كلمة roll يعني هل احنا شغالين أو لا كلمة فوتج كلمة فوتج أبارة عن المشاهد اللي بتتسجل في الفيلم أو الفيديو كمان كلمة فوتج ممكن تبقى صور يعني أنا ممكن التصوير أو الصور كلها اللي قمت بإن أنا أصورها بالمشاهد بتاعتها بالليكيشن بكله بالأوضاع اللي موجودة ده كله بسميه فوتج أو ممكن لقطة أو مشهد موجود في السين أو كده برضو بسميه فوتج فبنقولها فوتج ده أبارة عن المشاهد أو الأكشن اللي منسجله في الفيديو بسميها فوتج مثال عليها يعني الفيديغرافر الشخص اللي مسؤول عن تصنيع الفيديو أو تجميع الفيديو بيستخدم أفضل الصور علشان خاطر يعمل لنا النسخة النهائية من الفيديو وطبعا الأخطاء اللي بتتم في التصوير أو وقت التصوير ممكن تحصل أخطاء فاني كده ما بين الناس اللي بتصور وكده بياخدوها بيعملوا حاجة منها اسمها اللي هي بتبقى ممكن جزء أخير في أفلام تتحط كحاجة كده نضحك عليها سواء إن دي الأخطاء اللي تعملت أثناء التصوير كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة أتمنى